إيمان ابنة الفنان الكبير سيد زيان نشرت اليوم السبت 9 يناير 2021 الصورة ديت لأخوها محمد ووراه صورة والده الفنان سيد زيان وكتبت البقاء لله توفي الآن أخي محمد سيد زيان الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس العلى ويجمعك بأمي وأبي في الجنة يا حبيب أسألكم الدعاء لشقيقي محمد الله يرحمه وبرضو في صديقه نشر الصورة الجميلة دي ليه وجنبه صورة والده ايه رأيكم فيه شبه بينهم الله يرحمهم وهنشوف بقى أسرار عن سيد زيان أعتقد ما تعرفوهاش لا يختلف أحد على موهبة الفنان الراحل سيد زيان فقد كان له أسلوبه المميز في الكوميديا بجانب مواهبه الأخرى في الغناء وإلقاء المواويل واستطاع هذا النجم الراحل أن ينافس عاد الإمام في المسرح الذي بدأ به حياته الفنية مع فؤاد المهندس في سيدتي الجميلة كما أن له الكثير من القصص والحكايات منها مثلا قصة اكتشافه لنجم الكوميديا محمد هنيدي واليوم 13 إبريل هو ذكرى رحيله عام 2016 الله يرحمه كان نجم كبير من نجوم الشباك في المسرح فكان مسرحه ممتلئا على آخره في شهور الصيف وكامل العدد حتى أن معظم المسرحيات تعلق عملها في موسم الشتاء إلا أنه هو وعاد الإمام الوحيدان اللذان يقدمان مصرحياتهما حتى في موسم المدارس والشتاء وبنجاح صاحق كان منافسا شرسا للزعيم في المسرح وقدم الكثير من المسرحيات منها مثلا العسكري الأخضر، فهلاوي، البراشوت، الأشاش، كحيون ربح المليون، خد الفلوس وجري، واحد لمون والتاني مدنون وغيرها من الأعمال المسرحية الكوميدية الناجح هنا معاد الإمام في فيلم المتسول ونشوف أسرار تانية عنه الفنان الراحل سيد زيان كان عندما يتوسم موهبة في ممثل كوميدي كان يمنحها له وهذا ما حدث مع الفنان محمد إنيدي فكان سيد زيان هو أول من قدم الفنان محمد إنيدي في مصرحية بوزيد عام 1985 ومن بعده قدمه في عدة مصرحيات معه حيث تنبأ له بمستقبل فني كبير وقد كان بالفعل وقدم أيضا الفنان أحمد آدم في بداياته وساعده حتى نال البطولة هنا مع هنيدي سعيد عبد الغني كان فنان كوميدي جميل الفنان الراحل سيد زيان كان له صوتا جميلا معبرا فقد كان والده يعده ليكون مقرئا للقرآن فقد حفظ القرآن كله وهو صغير وكان صوته قوي يشكله كيف يشاء في تلاوة القرآن وكان قبل مرضه يذهب متخفيا لحضور دروس الدين ومجالس المشايخ وقد أدى فريدة الحج أكثر من مرة وقام بعمل العمر الأكثر من مرة أيضا وبعد مرضه تفرغ لاستعادة ما كان يحفظه من القرآن وعن ظهر قلبه وحقق حلم والده عندما ختم القرآن وأصبح الله يفارق لسانه واستمر رفيقا له حتى توفيه في أبريل 2016 رحلت 7 أغسطس 2019 يدى زهيرة أرمالة الفنان الراحل سيد زيان بعد صراع طويل مع المرض وكانت أرمالة الفنان قد تعررت لأزمة صحية خلال الأشهر الأخيرة وتم وضعها تحت الملاحظة لفترة طويلة بأحد مستشفيات القاهرة هنا وهي في شبابها وهي هنا وهي بعد ما كبرت هنا أثناء تكريمه من المركز الكاسوليكي أول واحدة على يمين دي بنته وبعد كده مراته وهي كده نهالة عمبة هنا صورة نادرة ليه مع بناته فارق الممثل الكوميدي الممثل سيد زيان الحياة صباح يوم أربعاء 13 إبريل 2016 عن عمر يناهز 73 سنة بعد معاناة شديدة وصراع مع المرض لسنوات عدة وكان سيد زيان يصارع المرض لما يزيد عن عشر سنوات حيث أصيب في عام 2003 بجلطة في المخ سببت له الشللا نصفيا وهو العمر الذي أبعده هو عن الحياة الفنية ده الراحل سيد زيان صور نادرة ليه الله يرحمه ويعد الفنان المصري الراحل سيد زيان من اللجوم أصحاب الطابع الخاص على الشاشة ولذي ميزه عن غيره من نجوم الضحك فبرز بينهم ولقبه النقاط بالشاشة الكوميديا ذكرى رحيل نجم الكوميديا سيد زيان تأتي في 13 من شهر يوريل كل عام وقد أحيت ذكرى ابنته الكبرى إيمان من خلال رسالة عبر حسابها الخاص عبرت من خلالها عن اشتياقها الشديد لعبيها الراحل وعن تذكرها الدائم له طوال الوقت وأكدت أن السنوات الماضية مرت عليها بصعوبة ابنت سيد زيان في ذكرها الثالثة طلبت كل جمهوره بالدعاء له بالرحمة وأيضا طلبت الدعاء لشقيقها الراحل أيمن سيد زيان بالرحمة سيد زيان ظل مريضا لسنوات قبل أن توافيه المنية حيث أصيب بالشلل وكانت وفاة نجله أيمن لها تأثير سلبي عليه فأصيب والده بالحصرة بعد وفاته وبدأت مرحلة تظهوره الصحي الفنان سيد زيان لديه سبع أولاد وهم مونة وسميا وإيمان وحنان ومحمد وداليا وأيمن الله يرحمه وطرك سيد زيان لهم بعد رحيله قطعة أرض مساحتها 16 فدانا بالإسكندرية بها فيلا وسلاجة لحفظ اللحوم هذا بالإضافة إلى مزرعة مقامة على مساحة 21 فدانا بالإسماعيلية وشقة تمليك بمنطقة ميامي بالإسكندرية وبعد الوحدات في العقار رقم 198 بشرع البحر الأعظم بالجيزة والمعروف باسم عمارة سيد زيان حيث يقيم في الطابق الأول بالكامل بما يتضمنه من مكاتب مؤجرة كما كان يمتلك سيد زيان الطابق الثاني عشر بالكامل وشقتين بالدور الثاني بعد الأرضي مؤجرين لأحدى الشركات ومحلات بالدورين العرضي الأول في العقار رقم 202 من شرع البحر الأعظم وسيارة مارسيدس ووديعة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي بالبنك العربي فرع الإسكندرية ولا يكون صور للفنان سيد زيان مع زوجته وأبناء أنا مع مراته والله يرحمته في عقار المعرضة وأنا مع بنتين من بناته وابنه ويجي مراته ويجي صور لبناته أنا من أعماله أنا مع فؤاد المهندس أنا مع مراته وأبناءه من ناحية أخرى كان قد قام أب بوترس دانيال رئيس المركز الكاسوليكي للسينما والفنان عن نهاية العنبر بزيارة الفنان سيد زيان بمنزله في الجيزة لرفع الروح المعنوية لدي أنا أدي نهاية العنبر على الشمال مراته بعديها وأنا أب بوترس دانيال هو بيكرم سيد زيان ويحاوله يرفع روحه المعنوية قبل رحيله بتبقى لفتة جميلة وبسيطة بتفرح الناس اللي أسعدون طوال عمرهم ويصور من التكريم سيد زيان فنان مصري اسمه بالكامل سيد زيان عطية سليمان ولد يوم عشر أبريل عام 1942 في حي الزيتون بالقاهرة التحق بمعهد الطيران حيث تخصص فيها هندسة الطائرات ثم عامل بالقوات الجوية في القوات المسلحة المصرية جاءت انطلاقته الحققية بعدما رشخ والفنان فؤاد المهندس للمشاركة معه في مصرحي سيدتي الجميلة حيث تعاقل بعرزاك للعمل مع فرقة الفنانين المتحدين في كل أعمالها التالية هنا في سيدتي الجميلة مع فاروق فلوكس فؤاد المهندس كبت مسرحية رائعة وانتقل الفنان المصري سيد زيان من فرقة الفنانين المتحدين إلى فرقة الريحاني والتي عامل بها لمدة 9 سنوات متواصلة ومن ثم قام بالاشتراك في العديد من المسلسلات التليفزيونية كما اختطفته السينما ليقدم البطولة المطلقة لأول مرة في أفلام دورية نص الليل حظ من السماء كيف تسرق مليونيرا ومن أبرز أعماله المصرحية بامبا كاشر وبي باي قنبورة والعسكري الأخضر والفهلو مع بداية الألفية الجديدة في عام 2003 غصيب الفنان سيد زيان بجلطة في المخ أدت لإصابته بالشلل النصفي مما أبعده عن الأضواء في السنوات الأخيرة لأنه تعرض لأزمة صحية ما الأخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسيد ومساعدة العصى ثم دخل على إسراء المستشفى للعلاق الله يرحم هنا بقى قبل رحيله هنا في المستشفى لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم